أفضت هذه العملية إلى توقيف صيدلية تقوم بالمضاربة في أسعار المواد الصيدلانية الوقائية المخصصة للوقاية من هذا الوباء حيث تم حجز على إثرها 6076 قفازات طبية 183 قناع طبي 221 قارورة معقم اليدين والتنظيف قامت المصالحين لشرطة القضائية بحملة استهدفة المضاربين في هذه المواد والذين يمارسون التجارة بدون سجل تجاري وانعدام الفوطارات توقيف شخصين حيث أسفرت هذه العملية على حجز الكميات التالية 22 قنطار من مختلف المواد الغذائية الواسعة لاستهلاك 12 قنطار و72 كيلوغرام من الحبوب الجافة 22 قنطار و28 كيلوغرام من مسحوق التنظيف 1219 وحدة حاليب معلب للأطفال الصغار 6058 وحدة من مختلف العصائر